كيف يمكننا الحفاظ على اللغة العربية حية في عقول الصغار وصدور الكبار أنت تعرف التحديات التي نجدها نعم نعم التحديات هنا كبيرة جدا وكلنا عندنا أولاد في مثل هذه البلاد هناك عوامل تغريب للغة العربية وهذه العوامل نتيجة هذا الأمر الذي جئنا إليه والممارسات اليومية المعتادة والدراسة في بلاد المهجر بلغات مختلفة هذه اللغة التي نسكن إليها سواء كانت الألمانية أو الإنجليزية أو الأزبانية بحزب كل إنسان أين يعيش هذه اللغة هي سبيل إلى الاندماج في المجتمع لكن تبقى اللغة الأم هي اللغة الأصلية اللغة الأصيلة ولعل هنا في النمسا كانت هناك حصص في المدارس الابتدائية توفرها الدولة لتعليم اللغة الأم وعندنا اللغة العربية يتمتع أبناؤنا في بعض المدارس بهذه الدراسة العربية كذلك بعض المدارس يقومون بجعل هذه المادة ضمن مواد النجاح والرغوية لها درجات ولها أعمال في السنة طيب كذلك مادة الدين ومادة الدين إذا كان الطالب مسلما وهو في المدرسة إذا به يدرس مادة الدين لا سيما النصوص الدينية قرآن كريم أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذ المعنى بالعربية ثم يأخذ الترجمة المصاحبة له حتى يستطيع أن يعي ما يقول طيب ونحن في المهجر هناك أمور كثيرة وتحديات كثيرة أستاذ أحمد أنت ذكرت هناك تحديات نعم وصعوبات هذه التحديات في الواقع تبدأ في المدرسة في العمل في الشارع في الاحتكاك تنتهي في البيت أنت خلال اليوم بشكل كابل لا تتطرق إلى اللغة العربية لأنك في بلاد أجنبية نعم كيف نواكب هذا التحدي كيف يمكننا تحدي هذه الصعوبات من خلال المدرسة الطفل يذهب طوال اليوم في المدرسة العمل الشارع كيف يمكننا تحدي هذه الصعوبات التي نواجهها في هذه الأماكن لكي تبقى لدينا اللغة العربية الهوية العربية الثقافة العربية سميها كما تشاء خيب دائما ما ننوه إلى أن ونحن نعيش في مثل هذه المجتمعات يبقى الحفاظ على الهوية لأن الشعار دائما يكون لغتي هوية تمام والهوية هي لسان حال الإنسان ما هويتك ما لغتك فاللغة العربية ونحن في بلاد المهجر وكل الإخوة العرب الذين نقلوا إلى هذه البلاد يجدون صعوبات كبيرة في هذا التحدي اللغة السائدة للبلد الذي يعيشون فيه دائما ما يتكلمون بها في المدارس يتكلمون بها في الشارع يتكلمون بها في العمل يتكلمون بها في البيت لكن نستطيع أن نحرص على تعليم أولادنا وتلاقي مثل هذه الأمور بأمور بسيطة جدا يعني بداية من البيت البيت لابد أن يكون فيه الخطاب باللغة العربية تمام لا سيما الأب والأم ماذا لو هم من الجيل الأول الذي جاء إلى مثل هذه البلاد ويتمتع باللغة العربية ولا أقول اللغة العربية الفصحة حتى نحن العرب فيما بيننا لا نتكلم باللغة العربية الفصحة إلا في المناسبات المعدودة في خطبة الجمعة في المناسبات التي تهتم باللغة العربية لكن في الواقع العادي وفي الأيام العادية نتكلم باللغة نسميها لغة فصيحة ليست العمية فالعمية تضيع اللغة العربية نعم للأسف وللأسف يعني حين نجد أن هناك في البيت ما دائما ينتبه أولادنا إلى مثل اللقاءات أو البرامج التعليمية أو البرامج التلفزيونية التي تتحدث بالعمية العمية مع أنها من اللغة العربية إلا أنها من وسائل هدم اللغة العربية حتى في بلادنا العربية للأسف صارت العمية مشكلة كبيرة حتى أنك تجد شركات المحمول ترسل لك رسالة على الجوال تقول لك لو عايز يعني لا يوجد حاجة اسمها لو عايز أحدهم أحدهم سماها اللغة الفريخة نعم بمعنى أنها تفرخت من اللغة العربية وسيطرت في كثير من المجالات حتى على كلامك ليس للمقاطع وإنما للتنويه نعم توجد لغة على السوشيال ميديا أو ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي تكتب هي تلفظ باللغة العربية وتكتب باللغة بالأحرف الإنجليزية وتسمى لغة السوشيال ميديا أيضا هذا من نعم وللأسف أن هناك مطالبات أن تسود مثل هذه اللغة العمية الأمر في المجتمعات التي تتحدث باللغة العمية أن تكون هذه العمية لغة رسمية في مثل هذا للأسف طيب نرجع تاني إلى البيت البيت رقم واحد أن يكون الكلام في البيت باللغة العربية أن تكون البرامج التي يبسها التلفزيون والأطفال دائما ما يحرصون عليها ويداومون عليها أن تكون باللغة العربية قدر الإمكان كذلك استحاب الأولاد إلى المراكز التعليمية باللغة العربية يعني دائما حين يكون هناك مسجد يقيم ندوة باللغة العربية احرص عليه هناك منظمة ما أو مركزا ما يقوم بندوة دينية طبية ثقافية اجتماعية علمية سياسية يكون الخطاب فيها بالعربية نحرص عليها التعامل باللغة العربية لا يتوقف عند هذين الأمرين فحسب بل كذلك مشاركة الأطفال والأولاد في أي فعاليات تقام سواء عن طريق الدولة أو عن طريق المنظمات الأهلية يكون فيها الاختلاط بين أولاد العرب التحدث باللغة العربية في المسجد بتعلم الكرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا منهج وهذا المنهج يمكن واحد يقول لك طيب أنا أحفظ الكرآن الكريم هل أنا إذا حفظت الكرآن الكريم معنى ذلك أنا حفظت على العربية أولو لا للأسف هناك جاليات مسلمة تحفظ الكرآن الكريم كاملة لكن لا يستطيع أن يتكلم كلمة باللغة العربية فما حفظ العربية وحفظ متن متن وهو الكرآن الكريم لكن حين تتكلمه باللغة العربية لا فكذلك نحن نقول لأولادنا احفظوا وفهموا تعلموا العربية وعلموها فإنها من الدين كما قال ورد عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلموا العربية وعلموها فإنها من الدين فمجرد أن يتعلم القرآن الكريم ويعي هذه الكلمات وسبحان الله الرجل العربي البسيط إذا كرئ أو استمع القرآن استمع إلى القرآن أو كرأه دائما ما يجد عنده معاني الكلمات سهلة الكرآن نزل بسيط بخلاف الكلمات الكبيرة التي تحتاج إلى مراجعة وهي كلمات بسيط يعني الطفل العادي حينما يقرأ في الكرآن الكريم يعرف ما معنى هذه الكلمة وما معنى الفلق وما معنى الناس وما معنى العصر وكلمات بسيطة يفقوها فيزيد رصيده من اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر